الأساسية التي سنقدمها في هذا الفيديو مهمة للغاية لذلك أرصحك عزيزي المتابع بالتركيز جيدا وحب ذا لو تقوموا بإحضار ورقة وقلم لتدوين الملاحظات بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه ومن واله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الدرس الثاني من دورة التبريد الصناعي والتجاري أولا أصدقائي عادروني على هذا التأخير فبالنسبة لي تسجيل الفيديو يأخذ لي وقتا طويل بالإضافة إلى ذلك أرى أن الدعم قليل جدا على هذا المحتوى لذلك أصدقائي أطلب منكم الدعم فقط دعا زر اللايك ومشاركة مع أصدقائك فلن تخسر شيئا إن هذا يشجعني كثيرا على الاستمرار وعلى تقديم المحتوى فلا يعقل أن أقوم بتجهيز فيديو طويل يأخذ مني وقتا كبير ولا أجد من يشاهد هذا المحتوى فلن أقوم بالنشر نظرا لطول الفيديو سنقسم هذا الفيديو إلى جزئين الفيديو القادم إن شاء الله سينزل بعد وصول هذا الفيديو إلى 50 لايك قبل أن نتعرف على دائرة التبريد الأساسية وما الذي يحصل داخل هذه الدائرة وما هي فكرة التبريد من الأساس يجب علينا أولا أن نتعرف على القليل من المبادئ الفيديائي العامة سنتعرف على حالات المادة بطريقة بسيطة فلن نتعمق في الموضوع فقد سنأخذ ما هو مهم بالنسبة لدوائر التبريد فأي مادة لها ثلاث حالات فطبعا هناك نظريات علمية تقول بأن هناك أكثر من هذه الحالات الثلاث فلن نتعمق في الموضوع لأن ذلك لا يهمنا في دوائر التبريد الثلاث حالات هما الحالة الصلبة والحالة الثائلة والحالة الغازية سنأخذ على سبيل المثال الماء فالماء يوجد في الحالة الصلبة على شكل تلج وفي الحالة الثائلة على شكل ماء وفي الحالة الغازية على شكل بغار الحالة الصلبة وتعني أن الحجم تابت والشكل تابت أما الحالة السائلة فالحجم تابت والشكل متغير الحالة الغازية الحجم متغير والشكل متغير نضع القليل من التلجي في وعاء تحته نار في الأول تكون الجزئات تتحرك بشكل بطئ بعد اكتسابها للحرارة تبدأ في رفع سرعة حركتها وبعد القليل من التسخين يدوب الجديد ويصبح ماء ويسمى هذا التحول بالانسهار ونستمر في التسخين حتى درجة الغلايان فيتحول الماء إلى غاز حيث أن جزئاته تتباعد ويسمى هذا التحول بالتبخ بين قوسين الجزئات هي جمع جزئ وهو أصغر جزء من المادة ملاحظة؟ الجزئات في حركة مستمرة مهما كانت درجة الحرارة أو حالة المادة ونلاحظ أيضا بأن الجزئات في الحالة السائلة أقرب من بعضها البعض أما في الحالة الغازية تكون بعيدة من بعضها البعض إذن الفرق بين الحالة السائلة والحالة الغازية للمادة هو فقط في الجزئات ففي الحالة السائلة تكون الجزئات أقرب من بعضها البعض وحركتها بطيئة مقارنة بالجزئات في الحالة الغازية وحركة الجزئات في الحالة الغازية تكون أسرع من الحالة السائلة سؤال ما هي درجة حرارة غليان الماء؟ من البديه أن تقول مئة درجة ولكن هذا الجواب غلق فقبل أن نجيب على هذا السؤال خلنا أولا نقوم بتعريف الغليان فالغليان هو تعول المادة السريع من حالتها السائلة إلى الحالة الغازية الآن دعونا نعود إلى درجة حرارة غليان الماء فدرجة حرارة غليان الماء لها علاقة وطيدة بالضغط فعندما نتحدث عن نقطة الغليان أو درجة حرارة الغليان فلا بد لنا أن نجير إلى الضغط فعندما نضع الماء في وعاء فنحن نسخنه في الجو إذن الضغط هنا هو الضغط الجوي الماء يصل إلى نقطة الغليان عند سطح البحر في مئة درجة مئوية ويكون الضغط الجوي عند سطح البحر واحد أتموسفق واحد أتموسفق تساوي مئة وواحد ألف وتلاتمئة وخمسة وعشرون باسكار وتساوي أيضا واحد فاصلة سفر واحد تلاتة اثنان خمسة بار فكلما رتفعنا عن سطح البحر كلما انخفض الضغط الجوي وبالتالي حتى نقطة الغليان تنخفض فنرتفع كما هو مبين أمامكم فإذا وصلنا إلى هذا الارتفاع الذي هو أعلى قمة مدونة على سطح الأرض فنقطة الغليان تصبح 76 درجة مئوية في 33 ألفا ومئتين باسكار تقريبا 0.33 بار لنفترض أننا في نقطة أعلى من جبال الهيمالايا فكلما ارتفعنا ينخفض الضغط الجوي وبالتالي تنخفض درجة الغليان سنصل إلى ارتفاع تكون درجة الغليان 0 يكون الضغط قليلا جدا في هذه النقطة والتي تسمى في الفيزياء بالنقطة الحارجة أو النقطة التلاتية سنتعرف عليها أكثر في الفيديوهات القادمة عندما نصل إلى سائل التبريد أو غاز التبريد في النقطة التلاتية تجتمع الحالات الثلاثة للمادة الحالة الصلبة الحالة السائلة الحالة الغازية سؤال ماذا لو نزلنا تحت سطح البهر؟ فلو نزلنا تحت سطح البهر الضغط سيرتفع وبالتالي درجة الغليان سترتفع فوق المئة وهذا بالتبط ما يحدث داخل تنجرة الضغط بين قوسين الكوكوت فبدلا من طبخ التعامل درجة حرارة 100 سلسيوث في 30 دقيقة مثلا سنتبخه على درجة حرارة 150 أو 160 في 20 دقيقة أو 15 دقيقة للإشارة فقط كل هذا الكلام كان عن الماء الخالص فالماء إذا أضفنا له ملح مثلا فدرجة التجمد تنخفع بدلا من صفر درجة نحتاج إلى ناقص 2 أو أكثر أو أقل نسبة إلى درجة تركيز الملوح لذلك ينصحه برش الملح لإدابة التلجف المبخ سؤال كيف يمكننا تحويل الغاز لسائل؟ الطريقة المعروفة هي تبريد الغاز صحيح الطريقة التانية وهي ضغط الغاز لأن جزئات الغاز تكون أبعد بالمقارنة مع السائل كما أشرنا لها سابقا فعندما نطبق عليه عملية الضغط فإن هذه الجزئات تعود لتتماثك مع بعضها البعض لتصبح سائلا مرة أخرى وخير مثال على ذلك هو القده أو الولاع بين قصين بريكا فهي تحتوي على غاز المضغوط ونتيجة لهذا نشاهده على شكل سائل نمر بعد ذلك إلى فكرة التبريد الأساسية سؤال كيف يحصل التبريد؟ فكرة التبريد الأساسية تعتمد على التبخر طالما هناك سائل يتبخر فهناك تبريد نأخذ على سبيل المثال التعرق فمن المعروف أنه في فصل الصيف أو في الجو الحار أو بعد ممارسة الرياضة وترتفع درجة حرارة الجسم فإنه يبدأ في إنتاج كمية من العرق فمن بين الوظائف الأساسية للعرق هي التبريد لأن العرق بعد خروجه من الجسم يتبخر التبخر هنا ليس بالغاليان فهو يتبخر نسبيا استنادا إلى درجة الرطوبة النسبية للهواء في الجو فكلما كان الهواء بدرجة رطوبة نسبية الأقل تبخر هذا العرق أكثر والعكس صحيح فبتبخره يحصل الجسم بالمقابل على التبريد ملاحظة بين قوسين في المناطق التي تكون فيها الحرارة مثلا 40 درجة مئوية و60% رطوبة نسبية يشعر سكانها بحرارة أكثر من منطقة بنفس درجة الحرارة مع 30% رطوبة نسبية ذلك نتيجة لأن العرق لا يتبخر بنفس الوجيرة مثال ثاني وكما تلاحظون فجسم هذه القلة مثامي بعد سكب الماء يتكون عليها طبقة شبيهة بالعرق نحن هنا في التجربة نضيف مروحة لتسريع عملية التبخر لأن الفكرة هنا هي تبخير طبقة الماء المكونة على القلة وبالتالي سنحصل على تبريد كما هو موضح في هذا الترمومتر الماء داخل القلة بدأ يفقد الحرارة لاحظ درجة حرارة الغرفة ولاحظ درجة حرارة الهواء المنبتق من المروحة وقارن مع درجة حرارة الماء داخل القلة أكيد الماء داخل القلة أبرد ماذا نستنتج؟ نستنتج أنه عندما نقوم بتبخير سائل سنحصل بالمقابل على تبريد في مثال القلة فنحن نحصل على تبريد لكنه يظل تبريد ضعيف وذلك لأن الماء لا يتبخر بسرعة ودرجة غليانه تعتبر كبيرة مقارنة بسوائل أخرى مثل الجوبيتر أو البنزين فهي تتبخر أكثر من الماء ولكن إذا أردنا أن نحصل على تبريد لدرجة التجميد مثلا ناقص 20 درجة أو ناقص 30 أو ناقص 40 سنحتاج إلى سائل يتبخر في درجة حرارة أقل مثلا إذا أردنا ناقص 20 درجة سنحتاج إلى سائل يتبخر في درجة حرارة ناقص 30 مثلا لذلك سنلجأ إلى سوائل التبريد مثل R22 R404A R12 CO2 أو غاز تنائي أكسيد الكربون الأمونيا لأن هذه السوائل تتبخر في درجة حرارة منخفضة كثيرا وسنسلط الضوء عليها في الفيديوهات القادمة إن شاء الله لذلك أدعوك صديقي إلى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات إذا قمنا بفتح هذه القنينة ووضعنا جهاز درمومتر عند فوهات القنينة سنلاحظ بأن درجة الحرارة تقريبا نفس درجة حرارة الغرفة ولكن إذا قمنا بقلب هذه القنينة سنلاحظ بأن درجة الحرارة انخفضت بشكل كبير لأننا نفرق الآن السائل وهذا السائل يبدأ في التبخر حال خروجه من القنينة لأن درجة تبخره منخفضة وبالتالي سنحصل على التبريد طيب ماذا لو وضعنا أنبوب نحاس أو ألومنيوم وربطناه مع القنينة بهذا الشكل سيبدأ السائل الخارج من القنينة في التبخر داخل هذا الأنبوب وبالتالي سنحصل على التبريد وبالتالي سنحصل على التبريد تنقصنا فقط مروحة وها نحن حصلنا على التكييف أو تلاجة أليس كذلك؟ ولكن كم تلزمنا من قنينة غاز في اليوم الواحد للحفاظ على الطعام باردا أو متجمدا داخل التلاجة أكيد كثير وماذا لو قمنا بإضافة داخل وقنينا أخرى في الجهة المقابلة للداخل انتظروا التجمى في الفيديو القادم الفيديو إن شاء الله سينزلوا بعد وصول هذا الفيديو إلى 50 لايك